بدأت بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية مهمتها في محطة زابروجيا النوية بعدما توقفت ثلاث ساعات في الطريق إليها بسبب القصف في وقت تتبادل فيه كييف وموسكو الاتهامات بالسعي لإفشال المهمة لا صوت يعلو هنا إلا هذا في ظل التراشق المستمر والمتبادل للاتهامات حول مسؤولية القصف تستمر القذائف بالانهمار على بعد 400 متر من محطة زابروجيا النووية الجديد الآن من هو الطرف الذي يعمل على إعاقة زيارة وفد وكالة الطاقة الذرية والتي تأخرت لثلاث ساعات في طريقها للمحطة بسبب قصف روسي قالت الأخيرة إنه كان لصد إنزال أوكراني في محيط المحطة على الرغم من كل هذا وصل الوفد طريقه حتى دخل زابروجيا بعد أشهر من المحاولات بالتزامن مع إيقاف عمل المفاعل الأول الذي أغلق على إثر هذه التطورات رئيس الوفد اقترح بدوره أن تبقى بعثة دائمة في المحطة الأمر الذي يحتاج إلى موافقة من روسيا وأوكرانيا مقترح رحبت موسكو بدراسته إلا أن كييف أكدت أنه لا يتم إلا بتسليمها المحطة لتعلن الخارجية الأوكرانية أن الإدارة الحالية خرقت سبع مبادئ للأمن والسلامة محملة بذلك روسيا المسئولية الكاملة عن أي إشعاع نووي قد يحدث أما الآن فما ينتظره الطرفان هو نتيجة تقييم البعثة للمحطة لتحسم الجدل وتكشف عن الجهة التي تقوم بالانتهاكات المستمرة تجاهها ومعنا من كييف مراسلنا محمد الزاوي أهلا بك محمد يعني الاتهامات لازالت متبادلة بين موسكو وكييف حول ما يجري في زاباروجيا مع وصول بعثة الوكالة الدولية للطاقة الدرية يضعنا في صورة ما يجري في زاباروجيا مع وصول البعثة نعم يحيا في الحقيقة آخر المعلومات فيما تعلق بالبعثة هو ما ذكره بيان لشركة إينارغو آتوم الأوكرانية قالت بأنه في حدود الساعة السادسة بتوقيت المحلي هنا في أوكرانيا غادر كل من رافايل جروسي رئيس الوكالة الدولية للطاقة الدرية وأغلبية أعضاء البعثة الدولية محطة زاباروجيا وقالت بأن بهذه المحطة بقي خمسة أعضاء يقومون بتنزيل المعدات التي استحبوها معهم وقد يبقون هناك إلى غاية الثالث من سبتمبر الجاري ربما هذه آخر المعلومات التي ذكرها الجانب الأوكراني بالنسبة للجانب الرسمي أو للمسؤولين لا يوجد أي تعليق إلا الاتهامات التي وجهت خلال هذا اليوم من قبل سواء وزارة الخارجية أو عدد من المسؤولين بوزارة الدفاع من الانتهاكات المسجلة على مدار الساعات الأولى منذ بداية الصباح من خلال ما يقول الجانب الأوكراني أنه قصف لطريق الذي كان من المفترض أن تمر عبره البعثة الدولية انطلاقاً من زابروجيا إلى محطة إينارقادار طبعاً بالإضافة إلى ذلك هو القصف الروسي الذي مسى مدينة إينارقادار وأيضاً القصف الروسي في محيط هذه المحطة مما أدى إلى توقيف الوحدة الخامسة بها وقال الجانب الأوكراني بأنه لحد الساعة ما هو مرتبط بشبكة الطاقة الكهربائية هو الوحدة السادسة التي تتغذى منها أيضاً المحطة بالكهرباء في انتظار طبعاً ما ستورده البحثة من تقارير خلال الأيام القادمة هناك نوع من المخاوف تسود هنا أوكرانيا خاصة في ظل الانتهاكات المتكررة لعمل هذه البحثة في ظل هذه المخاوف التي تتحدث عنها محمد ما هو موقف كييف من الاقتراح الذي يأتي من الوكالة الدولية بإبقاء بعثة دائمة في داخل محطة زابروجيا الموقف الأوكراني طبعاً كان في البداية طبعاً مواتياً لهذا المقترح ويقول بضرورة بقاء مراقبين دوليين في هذه المحطة لكن المشكلة في أساسها بالنسبة للجانب الأوكراني تكمن بسيطرة القوات الروسية والجيش الروسي على هذه المحطة الآن جميع الانتهاكات يقول الجانب الأوكراني هي تصدر بسبب سيطرة الجيش الروسي على هذه المحطة بسبب كما يقول عسكرة هذه المحطة وزرع الألغام في محيطها الرئيس الأوكراني صرح في وقت سابق بأن تجنب أي كارثة نوية وتجنب أي استفزازات لن يكون إلا من خلال انسحاب القوات الروسية نهائياً من هذه المحطة وجعل هذه المحطة منزوعة السلاح تحت مراقبة دولية ربما الجانب الأوكراني يرفض فكرة ربما أن تبقى البعثة الدولية وتبقى روسيا مسيطرة على هذه المحطة في المقابل يقول بأن هذه المحطة يجب أن تكون منزوعة السلاح مع مراقبة دولية وبوجود بعثة دولية دائمة هناك أشكرك جزيلاً مراسلنا محمد زاوي كنت معنا من كييف موسيقى موسيقى